سنتعرف في هذه الحلقة على طقوس الصوم في العديد من الديانات السماوية الصوم في الإسلام الصوم في الإسلام هو عبادة يتفق المسلمون على اتباع نهج النبي في تحديد ماهيتها وأساسياتها فهو بمعنى الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية كما أن صوم شهر رمضان من كل عام فرض بإجماع المسلمين وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وفضائله متعددة ويشرع قيام لياليه وخصوصا العشر الأواخر منه وفيه ليلة القدر الصوم في اليهودية يصوم اليهود ستة أيام طوال العام وتمتد فترة الصيام إلى خمسة وعشرين ساعة حيث يبدأ الصيام من قبل غروب الشمس بربع ساعة إلى ما بعد غروب الشمس في اليوم التالي ويشبه الصيام في الإسلام بالامتناع عن الجنس والطعام والشراب وكل شيء من قول وفاعل كما يحرم عليهم الاستحمام وانتعال الأحذية الجلدية أثناء الصيام وهناك نوعين من الصيام في اليهودية الصيام الفردي وهو صيام الفردي للتكفير عن خطيئة أو زنب ارتكبه وصيام جماعي كهزيمة في حرب أو أي كارثة عامة ويتم أعفاء الأطفال والمرضى من الصيام الصوم في المسيحية يقدس المسيحيون الصوم نتيجة اقترانه بحياة السيد المسيح ويعتبر الصيام في المسيحية أمرا شخصيا لا داعي للتظاهر أو الافتخار به بعض الطوائف المسيحية يصومون الأربعين يوما التي تسبق عيد الفصح ويعتبر العيد الكبير لديهم والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي يصومون خمسة وخمسين يوما يختلف الصيام في المسيحية عن صوم المسلمين واليهود حيث يسمح للصائم بالطعام والشراب شرط الابتعاد عن المنتجات الحيوانية أما العلاقة الجنسية بين الزوجين لا تفسد الصيام أما الكنيسة الإنجلية فصيامها أشبه بصيام المسلمين ويكون بالانقطاع عن الطعام والشهوات وكما يمتنع المسيحيين عن ممارسة أنشطة يحبونها في فترات الصيام يتضمن الصيام الصارم لدى الهندوس الإنقطاع عن تناول الطعام والشراب من غروب الشمس في اليوم السابق حتى الدقيقة الثمانية والأربعين بعد شروق الشمس في اليوم التالي أي حوالي ست وثلاثين ساعة في حين يصوم البعض بتناول الطعام مرة واحدة على العشاء ويصوم آخرون بالامتناع عن تناول أطعمة معينة وخاصة المنتجات الحيوانية ويعني الصيام عندهم تهزيب النفس وتدريبها على الاستغناء عن المتع الدنيوية الصيام في السيخية لا يعتبر الصيام فرضا في ديانة السيخ ويؤمن السيخ بالتقرب إلى الإله من خلال الصلاة والتأمل دون فرض الصيام على الجسد وهو لا يعتبر صيام بقدر ما هو أسلوب حياة صحية بالاعتدال في كميات الطعام يصوم البوزيون من شروق الشمس إلى غروبها في أربعة أيام من أيام الشهر القمري وتدعى أيام اليوبوزانا وهي الأول والتاسع والخامس عشر والثاني والعشرين ويشمل الصوم الامتناع عن الطعام وعن العمل إطلاقا حتى عن أعداد الطعام لذلك يقومون بعداد طعام الإفطار مسبقا قبل شروق الشمس لتناوله بعد غروب الشمس فالصحة تكمن في الاعتدال والوسطية في الطعام والصحة الجيدة تساعد على التأمل الصوم في اليائية يتجنب أدباع الديانة تناول الطعام بعد غروب الشمس التزاما بقسم المعلمين راتري بوهوجان تايجا فراتا ويلتزم الرهبان بقسم أكثر سرامة من خلال تناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم ومنهم يمارسون الصوم بطريقة جنونية فيصومون عن الطعام والشراب رغبة في تطهير النفس وإيمانا بتناسخ الأرواح الصيام في الصابعية يعتبر الصوم عند الصابعة من أفضل الأعمال ويقسم الصوم عند هؤلاء إلى قسمين الصوم الكبير أو ما يسمى بصوم النفس يسعى فيه الصائم للتقرب من الله ويمتنع عن المحرمات والصوم الصغير أو ما يسمى بالإمساكات الدنيوية عددها 36 يوما موزعة على أشهر السنة الصيام في الديانة الأيزيدية يعتبر الصيام مقدسا ويمارس أكثر من مرة خلال العام ويفضل الزيديين الصيام في الأيام التي يكتمل فيها البدر ويمتنعون من الشروق إلى الغروب عن الطعام والشراب الصوم في الديانة البهائية يستمر الصوم البهائي من شروق الشمس حتى غروبها كل يوم بهائي واحد أي حسب التقويم البهائي يبدأ الصيام في الثاني من مارس من كل عام وينتهي في الاعتدال الرابعي والذي يكون عادة في الحادي والعشرين من مارس ليس الغرض من الصوم أن يتألم الإنسان ولكن بالامتناع عن الأكل والشرب يكون على الأقل متحررا جزئيا من قيود الجسد وقادرا على التركيز على الأشياء الروحية نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة ونذكركم أن هدفنا الأساسي نشر المعلومات لثقافة بلا حدود لقد عملنا جاهدا لجمع هذه المعلومات وإصالها لكم بشكل مبسط وسريع فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الأعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم وشكرا لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر